على ضفاف نهر لكة سطرت ملحمة خالدة هزت أركان أوروبا وفتحت أبوابها للإسلام واجه فيها عشرة آلاف من المسلمين مئة ألف من القوت المدججين بالعتاد فصنعوا بقيادة طارق بن زياد ملحمة خالدة في ذاكرة الإسلام فهزموا جيش القوت الضخم الذي لا يقهر بعد أن سحقوا قواته وقتلوا قائدهم لذريق وجندلوهم بوادي لكة أشلاء ممزقين لينطلقوا لفتح الأندلس فكان فتح الأندلس سمرة لهذه الملحمة العظيمة ودخل الإسلام أوروبا وفتحت نصف فرنسا وامتدت إمبراطورية الأندلس لقرون أضاءت خلالها أوروبا بنور العلم والإسلام على يد ذلك البطل الهمام طارق بن زياد فأهلا بكم في رحلة تاريخية عبر الزمان إلى أرض وادي لكة لنشهد سويا على بطولات المسلمين مع بزوغ فجر الإسلام انطلقت الفتحات الإسلامية هادفة لنشر التوحيد وهدم الشرك وبدءا من شبه الجزيرة العربية انطلقت جيوش المسلمين حاملة راية الإسلام ففتحوا العراق وإيران في الشرق والشام في الشمال ومصر في الغرب وبعد استكمال فتح شبه الجزيرة العربية اتجهت أنظار المسلمين نحو شمال إفريقيا حيث تمكنوا بقيادة عثمان بن عفان من فتح برقة وطرابلس وفزان في ليبيا غير أن الفتن قد طرأت على الخلافة الإسلامية فقتل ذنورين عثمان بن عفان وتولى سيدنا علي الخلافة لفترة من الزمن وبعد استشهاده تولى معاوية الحكم وأسس الدولة الأموية وفي خضم تلك الأزمات التي واجهتها الدولة الإسلامية توقفت الفتوحات لفترة وجيزة لكن ما أن انقضت حتى بزغ نجم الخليفة عبد الملك الذي سعى لتوحيد المسلمين من جديد وإرسال الجيوش لاستكمال فتح شمال إفريقيا والتي كانت قد خرج معظمها عن سيطرة المسلمين ولم يبقى منها سوى مصر فحاول المسلمون استعادة شمال إفريقيا وقاموا بثلاث محاولات لفتحها كانت الأولى بقيادة عقب بن نافع والثانية بقيادة زهير بن قيس ونجحوا بدرجة كبيرة لكن الخيانات والتحالفات ضد الإسلام كانت أكبر من المحاولات السابقة حتى أتى القائد الحسان بن نعمان فتمكن من السيطرة على شمال إفريقيا حتى وصل إلى المغرب وحين توفى الحسان عام 86 هجريا خلفه في حكم شمال إفريقيا القائد موسى بن نصير والذي حقق الاستقرار في إمارته وثبت الحكم الإسلامي في المغرب واستكمل تطهير أراضيه من الكفار ففتح كل المدن حتى وصل إلى ميناء طنجة لكنه لم يتمكن من فتح ميناء سبتة فولى على طنجة قائدا من أمهل القادة الذي كان يعتمد عليه ويثق في حنكته وهو بطل قصتنا طارق بن زياد القائد المغوار وبرغم اختلاف المؤرخين في أصله لا حاجة لنا في تحديد عرقه سواء كان عربيا أو أمازيغيا أو غيره فيكفينا أنه كان قائدا مسلما موحدا بالله وكما قال سلمان الفارسي حين سمع مجموعة من الناس تتحدى بعضها بالأنساب أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد أو يفترق نسب يؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الوالد وبالعودة إلى قصتنا والتي قبلها بثلاث قرون كانت الأوضاع في الأندلس مضطربة فقد تمكنت قبائل القوت الغربية التي تقدمت من شمال أوروبا على السيطرة على الأندلس وأسست مملكة القوت الغربية واستمر حكمهم لمدة ثلاثة قرون لكن في أواخر عهدهم واجهت المملكة العديد من المشاكل مثل الصراع على الحكم بين الأمراء فتم اغتيال غتشة ملك القوت وتمكن لاذريق من الاستيلاء على العرش وتعين نفسه ملكا على القوت لكن أخ الله ابن الملك القديم غتشة رفض استيلاء الاذريق على السلطة وأعلن نفسه ملكا على شمال إسبانيا وجنوب فرنسا وكان لكل منهما جيش يؤيده فحصلت بينهما مواجهات عسكرية كثيرة في تلك الفترة كانت سبتا في المغرب تابعة لمملكة القوت في الأندلس ويحكمها الدوق لليان ومن عادات أمراء القوت في ذلك الوقت إرسال أبنائهم إلى مدينة طليطلة التي كانت مقر الحكم في الأندلس ليدرسوا ويتعلموا العادات الملكية وكانت من بينهم ابنة الدوق لليان فقام الاذريق بالاعتذاء عليها وإهانتها ووقت ما علم لليان بالأمر أصر على قتل الاذريق فقرر التعاون مع المسلمين للتخلص منه فأرسل إلى طارق بن زياد والي مدينة طنجة وعرض مساعدته في دخول الأندلس والقضاء على الاذريق وتحرير ابنته وسبحان الله فمدينة سبتة تلك التي لم يتمكن المسلمون من دخولها لقوتها دبر الله أمرها بخير أعظم للمسلمين فبعد أن كانوا حزينين على صعوبة فتح سبتة يسر الله لهم دخول الأندلس كلها بمساعدة حاكم سبتة لم يصدق طارق بن زياد الخبر فقرر استغلال هذه الفرصة الذهبية فأرسل إلى موسى بن نصي يعلمه بالأمر فاستبشر موسى خيرا ورفع الأمر إلى الخليفة والذي وافق وأعطاهم الإذن بفتح الأندلس وهنا يقرر طارق بن زياد إرسال أربعمائة جندي بقيادة طريف بن مالك ليستطلعوا أخبار الأندلس بشكل سري ويساعدهم لليان وينقلهم على سفنه وبعد أن عادت سرية طريف إلى المغرب وقد تمكنوا من دراسة أحوال مملكة القوت جيدا ومعرفة نقاط الضعف والقوة بدأ المسلمون بقيادة طارق بن زياد الاستعداد لدخول مملكة القوت وفتحها وبعد تحرق طارق بن زياد بقواته إلى أقصى الشمال تمكنوا من عبور المضيق البحري بين المغرب والأندلس وإقامة معسكرا في الجبل في الجانب الآخر من المضيق حتى عبرت القوات وتجمعت مع بعضها ومنذ ذلك الحين سمي المضيق بمضيق جبل طارق وذكرت بعض المصادر أن طارق حرق السفن التي عبروا عليها لمنع جنوده من الفرار فيحارب بكل فداء واستبسال لكنها قصة ضعيفة وتنكرها مصادر كثيرة وعندما علم لذريق بدخول المسلمين لبلاده ظن أنها غارة سريعة وأن المسلمين سيهربون للمغرب الجديد فأرسل لهم جيشا بقيادة ابن أخته بانشيو فالتقابل مع المسلمين في الجنوب فمن الله على طارق ابن زياد وقام بسحقه حين هزت أنباء الهزيمة أركان مملكة الذريق خيم الصمت عليه ولم يصدق ما حدث فأسرع إلى الملك أخ الله عدوه بالأمس داعيا إياه إلى الوحدة لمواجهة خطر المسلمين فما كان من أخ الله إلا أن وافق على الصلح واتحد الملكان في جيش ضخم بلغ عدده مئة ألف من الفرسان والجنود المدرعين وأقسم لذريق على إبادة المسلمين انتقاما لمقتل ابن أخيه ولتجرؤ المسلمين على دخول أراضيه تحرك لذريق بجيشه نحو الجنوب تجاه معسكر المسلمين متوسطا جمع الصليبيين التي بلغت مئة ألف مقاتل وفي المقابل كان عدد المسلمين إثني عشر ألف مقاتل على أقصى تقدير فغرت لذريق كثرة الجيش وظن أن الأمر نزهى وسيعود سريعا منتصرا بل زاد في غروره فأخذ معه حبالا كثيرا ليقيد بها أسر المسلمين بعد هزيمتهم زعم لكن ذلك الأحمق لم يدرك أن المسلمين قوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها وأن المجاهد الصابر المحتسب يقارع عشرة من الكفاء كان جيش المسلمين بين سبعة واثني عشر ألف مقاتل لكن أغلبهم من الفرسان الذين صقلتهم الحروب والمحن خلال فتحهم لشمال إثريقيا والمغرب وأغلبهم من البغبر بينما العرب أعددهم أقل فاختار طارق بن زياد وادي لكا لينتظر فيه جيش الأذريق واتخذ موقعا استراتيجيا فوق التلال المرتفعة ليكون قادرا على مواجهة فرق العدد الضخم وكشف أرض المعركة بالكامل ولا يتمكن أحد من التسلل خلف جيش المسلمين قسم لذريق جيشه الضخم إلى ثلاثة أقسام ميمنة وميسرة وقلب كان يقوده بنفسه وكان أخلا قائد الجناح الأيمن بينما كان الجناح الأيصر من عامة الشعب والفلاحين ويقودهم مجموعة من النبلاء الذين لم يكن لهم ولاء كامل للملك ولما وصل نذريق بالجيش إلى منطقة وادي برباط أو وادي لكا شرق نهر برباط في الثامنة والعشرين من رمضان في السنة الثانية والتسعين من الهجرة وتقابل الجيشان في أرض المعركة أمر طارق بن زياد قواته بالاستعداد والحفاظ على مواقعهم فوق التلال وعدم الهجوم لأي سبب مهما كان فظن لذريق أنه يستطيع إجبار جيش المسلمين على النزول ليتمكن من الالتفاف عليهم بسهولة فبعث جزءا صغيرا من الجيش يتناوش مع المسلمين ليغدعوهم وينزلوهم من فوق التلال لكن طارق وقواته دافعوا بكل قوة تخطي الإعلان بشكل سريع وإذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا أبصاركم لكن لم يتمكن لذريق من استفزازهم وإنزالهم من فوق التلال وانتهى اليوم الأول دون خسائر للطرفين وفي اليوم التالي حاول لذريق نفس المحاولة وأرسل قواته لاستدراج المسلمين وإنزالهم لكن الله ثبت المسلمين ودافعوا عن مواقعهم بداهاء وبسالة وظل الوضع كما هو طيلت سبعة أيام كان يرسل فيها لذريق قوات تتناوش مع المسلمين ويظل طارق يدافع عن موقعه بشجاعة ملاحظا بعناية فخ لذريق المكشوف لكن في اليوم الثامن نفذ صبر لذريق وأصيب بالجنون من كثرة محاولات الفاشلة لإنزال المسلمين فأخذ قرارا غبيا للغاية مغترا بكثرة عدد جيشه لكن ما لم يحسب لذريق له حسابا هو عدم ولاء ذلك الجيش بالكامل لشخصه وملكه خاصة أنه مقتصب للسلطة لكن ذلك العدد الضخم أعطاه الشجاعة ليأمر بهجوم شامل على جيش المسلمين المتحصن فوق التلال فوقع ما لم يتوقعه أحد ففي مشهد عجيب بدأت خيوط الخيانة تحاك حوله فبينما لذريق يقود جيشه نحو غمار المعركة متكبرا بعدد جنوده ومقترا بولائهم له فجاءه أخ الله ابن الملك المقتول غتشة بانشقاقه عنه وتراجعه بالميمنة عن قلب الجيش ساعيا للتخلص من لذريق وتركه لمصيره الأغبار لكن قد يتساءل البعض ماذا عن الجناح الآخر؟ كان الجناح الأيسر يضم الشعب والفلاحين الذين ذاقوا الويلات من ظلم لذريق فقرروا اتباع خطاء خلة بعد الاتفاق معه فانسحبوا عن دعم لذريق تاركينه لمصيره المجهول حينها اندفع طارق بجيشه كالسيل العريم مهاجما ما تبقى من جيش لذريق بكل قوة فامر قواته بالهجوم العام بعد التأكد من ابتعاد أخلة وجيشه تماما وأطبق المسلمون على جيش لذريق ككماشة حديدية محاصرا إياهم من جميع الجهات واشتعلت معركة دامية تناثرت فيها الدماء في كل مكان وعمت الفوضى ساحة القتال وبدأت قوات لذريق في الانهيار تحت وطأة الهجوم الإسلامي قوي وسقط لذريق قتيلا في المعركة تاركا جيشه في قبضة المسلمين يتلاعبون بهم وانتهى القتال بانتصار ساحق للمسلمين وقتل معظم جيش القوة لكن بعض المصادر اختلفت في نهاية الأذريق وقالوا أنه لم يموت في المعركة بل حاول الهروب لكنه غرق في نهر برباط وعلى كل حال فالمهم أن نهايته كانت في وادي لكا أققى المسلمون نصرا عظيما في معركة وادي لكا وبالرغم من ارتقاء ثلاثة آلاف شهيد من المسلمين إلا أنه تم القضاء على قلب جيش لذريق بالكامل بما فيهم لذريق فبعد كل الغرور والتكبر الذي كان يتمتع به ذلك الأحمق خسر مملكته وجنوده وحياته وغنم المسلمون غنائم ضخمة كان من أهمها الخيول فقام طارق بن زياد بتسليح جيشه بشكل ممتاز وبعد أن كان غالبية جنوده من المشاة نجح في تحويلهم جميعا إلى فرسان من تلك الغنائم وبالرغم أن طارقا خسر قرابة ربع جيشه لكن كانت روحهم المعنوية مرتفعة للغاية بعد ذلك النصر العظيم الذي منحهم الله إياه وتعتبر معركة وادي لكا من المعارك المحوارية والتاريخية تماما مثل معركة اليرموكي في الشاب والقادسية في العراق ونهواند في بلاد فارس فقد جعلت مملكة القوت هشة للغاية انطلق طارق بن زياد بجيشه المظفر نحو الجنوب مستغلا ضعف مملكة القوت وانهيار معنويات جيشها فكان أول هدف له مدينة إشبيلية التي كانت تعد أهم وأحصن مدينة في الجنوب وعندما اقترب المسلمون منها أدرك قائد المدينة ألا طاقة له بمواجهة جيش المسلمين فقرر فتح أبواب المدينة والتصالح معهم بذفع الجزية بعدها اتجه طارق نحو مدينة قرطبة ففتحها صلحا ثم بعث سرية نحو غرناطة فمن الله عليهم بفتحها ثم إلى ملقة فدخلوها فاتحين ثم مدينة مرسية وتم فتحها وكان عدد كل سرية يرسلها لا تتجاوز سبعمائة فارس وبعد أن فتح طارق المدن الجنوبية انطلق بالجيش الرئيسي نحو الشمال حتى وصل إلى طليطلة عاصمة مملكة القوت والتي كانت جوهرة تاج الأندلس وحصنا منيعا يذود عن مملكة عريقة واجه طارق بن زياد مقاومة شرسة من حامية المدينة ففرض عليها حصارا مطبقا دام شهرين وخلال تلك الفترة حاول اقتحام المدينة مرارا وتكرارا إلا أن الصمود حاميتها كان أقوى من كل الهجمات فلجأ طارق إلى خطط مختلفة وقطع الإمدادات عن المدينة فسرعان منتشر الجوع والمرض داخل طليطلة مثقلا كاهل أهلها ومضعفا مقاومتهم لكن وفي لحظة حاسمة قام بعض النبلاء القوطيين بالاتفاق مع المسلمين على تأمينهم على أرواحهم وأموالهم مقابل أن يفتحوا أبواب المدينة للمسلمين وبالفعل كان لطارق بن زياد ما أراد فدخل المسلمون المدينة بعد أن فتحوا لهم الأبواب على مصراعيها ودارت معركة عنيفة بين المسلمين والقوط انتهت بانتصار ساحق للمسلمين واستسلمت حامية المدينة بعد هزيمتها المنكرة تاركين طليطلة مفتوحة أمام جيش طارق الذي دخلها فاتحا منتصرا كان لسقوط طليطلة تأثير هائل على فتح الأندلس فقد مثل سقوطها ضربة قاسمة لمملكة القوط وفتح الباب أمام فتح المزيد من المدن في الأندلس وأصبحت طليطلة مركزا هاما للحكم الإسلامي في الأندلس ومقرا لولاة المسلمين الأندلسيين فقد ولدت طليطلة من جديد تحت راية الإسلام حاملة مشعل الحضارة الإسلامية في ربوع أوروبا وهكذا من الله على المسلمين بفتح معظم الأندلس في مدة قصيرة والذي وصف أنه أحد أعظم الفتوحات الإسلامية يخي كل حيث سطرت تلك الحقبة المشرقة فجر حضارة عربية إسلامية غزت ربوع أوروبا فلم يكتفي المسلمون عند الأندلس بل سعوا إلى نشر الإسلام في جميع أوروبا فواصلوا المسيرة نحو فرنسا حتى وصلوا إلى مشارف باريس وخاضوا معارك ملحمية ضد جيوش أوروبا لكن سنترك متابعة تلك الأحداث المشوقة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله فتابعوا معنا سلسلة الأندلس لمعرفة المزيد عن تاريخ تلك الحقبة العظيمة تخطي الإعلان بشكل سريع وإذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا أبصاركم وفي النهاية لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس والتفاعل مع الفيديو ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة